احتفالات اكتوبر وقدمت حضرتك في هذا المجال يعني الحقيقة اعمال فنية في غاية الروع الطريق الى ايلات مثلا وحكايات الغريب اول مساهمة للقوات البحرية في حرب للسنزيف ابتدى انطلاق العملية العمليات دي 16 نوفمبر 1969 لسه كنا السنة دي بنحتفل في مكتب تسكندرية الدفاة البشرية الحقيقي اللي كانوا بيحتفلوا ويدعونا احنا هم يعني بقى منهم عدد قليل يعني عشان نحتفل بمرور 52 سنة على اول عمليات قاموا بيها في القوات البحرية والله تاريخ جميل جدا جدا يعني انا يعني نفسي فعلا دايما نشوف هذه الاعمال وننتج الجديد منها يعني ذاكرة الشعب بتقرخ مش بالكتابة فقط ولا بالكلام لكن بالاعمال الدرامية طبعا لانه برضو التاريخ لما بيبقى في كتب بتبقى مدة صعبة ومش محببة قوي لكن لما تبقى انت عملها بشكل حي يعني الناس بتتكلم وبتمثل وبتقول وطبعا في سيناريو جيد جدا لازم يكون وفي شكل فني جذاب وغيره هتلاقيهم حبوا التاريخ ومش حبوا تاريخ بس حبوا حبوا تاريخهم وحبوا بلدهم يعني في الطريق اللي لات انا ما كنتش بخرج بس انا كنت بشحن الموسلين اللي معايا بمعنى بمعنى انا حضرت الفترة دي وشوفت قد ايه فعلا فما اصلهم ايه كان احنا بنعمل بروبات يقوله ما اقول واحد يعني عارف رايح انه هيموت اللي هو عملية العمليات الخاصة العمليات الخاصة كلها عمليات تطوعية يعني يعني فرض ممكن وبيتخنقوا عشان ينجحوا عشان يروحوا وغيروا روح روح النفسي تهون في سبيل بلد منتهى الوطنية الحقيقة اه اه فانا نفسي الاحساس ده كان يوصل للناس اه قلتهم يا جماعة ده كان طبيعي في السنوات هو وصل فعلة اه اه طبيعي انه فعلا كان ممكن نفسي تهون بس يعني ايه نسترد الارض ايه بس ناخد بطرنا حاولت الاحساس الموجود الشحنة الكبيرة الموجودة في الفيلم ده يعني تنتقل للممثلين ووحنا بنسفرج عليهم لازم يوصلوا من يعني التوحد بين الشخصية وبينهم ان الناس يصدق انه دول ده فضع البشرية الحقيقية يبقى فيه صدق مصدقية يعني في كل اغلب اعمالي خصوصا اعمال زي السيرة الذاتية او زي او زي السلسلات الاجتماعية حتى كنت عايزة اوصل بالمعايا ان الناس يصدق ان تنسان دول ممثلين ويصدق انهم حيقان دول افراد حقيقين منهم وبينهم حكايات الغريب فاكريا افرط طبعا كان ايضا له يعني مداق خاص لانه منتخد السيناريو بتاعه انتخد من قصة للروائي الكبير جمال غيطاني ايه جمال غيطاني كان مراسل حربي لجريتو الاخبار ايه في حرب اكتوبر يعني حكايات الغريب لها اصل وقعي ثم خيال جمال غيطاني اللي تنم مع بعض لانه حول الفرد يعني بطولة فرد الى مجموعة الى الوطن كله ايه مسلمين ومساحيين وكله من اسوان الاسكندرية وكل ده ده حكايات الغريب الفرد زاب في المجموعة